كما انطلقت مساء أمس فعاليات الاجتماع العادي للجنة الدفاع والأمن لأعضاء دول المجموعة الساحلية الخمسة ترأس الحفل الانطلاق رئيس لجنة الدفاع والأمن لدول الساحل الخمسة بحضور القائد العام للجيش التادي فريق أول إبراهيم سعيد إلى جانب عدد من القادة العسكريين والخبراء في دول المجموعة أحمد خميس تأمين الأراضي والسكان وممتلكاتهم هي من اهتمامات قادة مجموعة الدول الساحل والمجتمع الدولي ولهذا الصدد جاء هذا اللقاء المتتابع للقادة العسكريين لمجموعة الساحل الخمس حيث بدأ الحفل بالكلمة الترحيبية للقائد العام للجيش فريق أول إبراهيم سعيد محمد الذي أوضح أن اللقاءين سمح للقادة العسكريين مناقشة العديد من المسائل الأمنية التي تهم الدول المعنية وإن الحياة الآمنة للسكان وممتلكاتهم هي من اهتمامات القادة وعليه يتطلب من القادة الميدانيين تطبيق المقررات التي خلص الاجتماعين بهما على أرض الواقع مؤكدا تعهد شات والتزامها وفق توجيهات رئيس الجمهورية في الكفاح ضد الإرهاب العالمي عقب ذلك قدم العميد جنبه موسى كيتا رئيس لجنة الدفاع والأمن لدول مجموعة الساحل الخمسة كلمة شكر فيها الشعب الشادي حكومة وشعبا لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مضيفا بأن هذا الاجتماع يجيء بعد انطلاقة العملية الميدانية لدول المجموعة الخمسة ضد الإرهاب كما أن الخلاصة الحالية ستسمح لتبادل الأوراء التي تفيد العاملين في الميدان كما تسهم في تسهيل عملية تقديمها أمام المانحين في اللقاء القادم بغية إيجاد الدعم اللازم في عملية الكفاه ضد الإرهاب في المنطقة مقدما الشكر إلى شاد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لدعمهم المادي والفني لدول المجموعة الساحلية الخمسة يذكر أن إنشاء منظومة الدول الساحل الخمسة جاء بمبادرة من القادة في دول الإقليم كما قام قادة الدول المجموعة الساحلية الخمس بزيارة إلى كل من مقر لجنة حوض بحيرتات ومقر القيادة العامة للقوى المشتركة بفرشة بالدائرة الأولى للوقوف على سير العمل أحمد خميس أثناء تواجدهم في العاصمة انجمينة وبعد مشاركتهم في فعاليات الاجتماع العادي للجنة الدفاع والأمن لدول المجموعة الساحلية الخمسة سمح لهم بزيارة لتفقد مقر القيادة المشتركة وتهدف الزيارة إلى معرفة أوضاع العمل وتشجيع العاملين للمضي قدما في أداء مهامهم الإنسانين وبهذه المناسبة أوضح الجنرال ليك إرابو بأن هذه الزيارة بالفعل لها نتائج قيمة في رفع معنويات قوات الدفاع العاملة في الميدان بينما القائد العام للجيش النيجيري اللواء سيني قربة أعرب عن انطباعه باسم المجموعة المشاركة بأن منذ إنشاء القوة في دول المجموعة الساحلية فقد ضعف قوة جماعة بوكوهرام في الميدان بالرغم من تواجد خلاياهم المبعثرة للتذكير فإن إنشاء القوة المشتركة جاءت بمبادرة من الاتحاد الإفريقي لغرض تقوية الأوضاع الأمنية في دول الإقليم وتضم كل من الكاميرون والنيجير ونيجيريا وبيني وشاد